بسم الله الرحمن الرحيم قبل البدء بجدوى الأعمال نجدد التهنية لأبناء شعبنا بمناسبة انتهاء موسم الحج وأيد الأضحى المبارك نسأل الله أن يتقبل أعمال وحج مبرور لحجاجنا إن شاء الله اليوم مع بداية عملنا بعد انتهاء العطلة قبل عطلة العيد تم إقرار الموازنة وأيضا قدمنا التقرير النصف السنوي الأول لبرنامجنا الحكومي وأعتقد بعد مرور أكثر من سبعة أو ثمانية أشهر من عمر هذه الحكومة الكل أصبح على رؤية واطلاع واضح على وزارته إذن أمامنا ستة أشهر نصف السنة الثانية من البرنامج الحكومي وبالتأكيد أمامنا الموازنة حتى نباشر بتنفيذها مع وضوح الرؤية أعتقد المطلوب منه هو العمل ثم العمل المتواصل وليل نهار لأننا لا لدينا عذر بعد أمام ناسنا وشعبنا موازنة لدينا موازنة أخذنا الوقت الكافي نعرف الوزارة نعرف الملفات وأسسنا خلال هذه الفترة لكثير من المشاريع كل وزارة اليوم في جعبتها لكثير من المشاريع تتأمل أنه تتنفذ لو منتظر الموازنة وهذه الموازنة أجت لو تكتمل الرؤية وأعتقد الرؤية كاملة وواضحة من خلال اجتماعاتنا السابقة أو من خلال النقاشات والمداولات الثنائية المستمر اللي نحتاجه هو الهمة والهمة في العمل للمرحلة القادمة ابتداءاً أريد أن نقلل الإفادات إفادات السادة الوزراء السادة الوكلا نفود لاحظنا هناك نسبة متزايدة من الإفادات وتأثر عليه مجمل عمل الوزارة هذه الستة أشهر فترة مفصلية في الوزارة في البرنامج الحكومي لخدمة أبناء الشعب والمواطن اللي ينتظر من هذه الموازنة اللي يسمع فيها 200 تريليون دينار شنو أثرها الإيجابي اللي راح ينعكس من خدمات من وضع معيشي اقتصادي الكل تنتظر فيراد أن نتفرغ لهذه المهمة يتم تقليل الإفادات بالذات السادة الوزراء إذا مو إلغاها بصراحة والملاكات القيادية في الوزارة من مدير عام فما فوق ماكو شيء اسمه دوام والسعب ثلاثة وينتهي ويدور وجهه أنا متأكد أغلب السيدات والسادة أعضاء مجلس الوزارة موجودين وزاراتهم للمساء حتى المدراء العامين والوكلاء يتواجد تواجد في وزارته ويعمل ليل نهار بصراحة فمسألة عطلة انتهاء دوام كذا هذه نشيلها من القاموس نعمل ليل نهار 24 ساعة المحافظين كذلك اليوم المحافظين الدراع التنفيذي الثاني للدولة اليوم عدتهم موازنات بحدود العشرة تريليون بعد المناقلات الأخيرة من غير الأمن الغذائي يعني إحنا أمام كتلة نقدية مو أقل من 15 تريليون دينار كن نتعاون مع المحافظين ونرشدهم للمسار الصحيح اللي يؤدي إلى استثمار هذه الأموال لخدمة تنفيذ برنامجنا الحكومي إخوان الأخوات أتمنى عليكم أن البحث عن أسرع الطرق وأسهل السبل لتحقيق المنجز وخدمة المواطن لنروح للتعقيد وأفضل طريقة استمعوا للمواطن الاستماع للمواطنين سواء كان المراجعين أو لعامة الشعب كنوا على ثقة ينطيكم برنامج عمل دقيق لكل وزير في وزارته ويوصل إلى نقاط الضعف والقوة قد ما يصل إليه من خلال سياقات المطالعة والدوائر الموجودة يوميا فأنت وقت كافي للاستماع للمواطن والوقوف على معاناته أو مخترحاته أكو مجموعة من المنظرين من المشككين موجودين هؤلاء لا تعيروا لهم أهمية ولا صرفون وقت فرد عليهم أو اعطاء قيمة لما ينشروه ما لهم أي تأثير هو يعتقد أنه صاحب رأي وصاحب موقف واكتشفت قضية ما حد ما اكتشفها هو عايش في هذا العالم الافتراضي أنتوا عندكم عمل وعندكم ماجبات ومهام عفوا هذولين وأكو مجموعة من المبتزين بعناوين رسمية وبعناوين أخرى ينطون آراء يصعدون موقف في سبيل الابتزاز مو هو يأكتشف خلل ويريد يأشر عليه هذا أنا أتمنى عليكم لحد يضعف أمامهم توقفون بجههم وتفتحوهم أيا كان موقعه أو مسؤوليته بنفس الوقت أكو أصوات وطنية ناس تنتقد نقد مهني هذا يكون نسمع تأشر على الإيجابيات وتأشر على السلبيات بكل مهنية واجبنا أن نسمع وننفتح على هذه الأصوات الوطنية التي تقدم عملنا الناس تريد تسمع الدولة من المتحدث إلى أبسط مسؤول كل وزير خلي يتحدث عن واقع عمل وزارته مع المواطنين يوضح شنو هذا القرار شنو تبعاته عدكم قنوات تقدرون من خلالها توصلون الحقيقة وتخلون المواطن في جانب الوزارة المواطن يجقد ما هو متعب يجقد ما هو نبه هو ذكي ولله الحمد منسوب الوطنية في أعلى مدياته الآن وهذا التفاؤل وهذا الأمل اللي يعد المواطن هو هذا ترجمة لما يحمله من مشاعر وطنية يعني يحب بلده يحب الدولة ومؤسساتها ويفرح بأن يشوف هذه المؤسسات تعمل وتيدي تقدم خدمه هذا حالة إيجابية لازم نستثمرها أكدنا على الإعلام وأهميته مكتب إعلامي مهني لكل وزارة مهم أن تعرضون منجزاتكم ويمكن ناقشنا تقرير النصف سنوي برنامج الحكومي اكتشفنا جملة أنشطة ومهام ما مذكورة في التقارير اللي وصلتنا وهذه إحنا دولة وقنوات رسبية كيف الحال بالرأي العام يجب أظهار هذا المنجز من خلال إعلام مهني ومو إعلام ينطي إنجازات ووعود وهذه رح يصير رد فعل عكسي نتكلم عن الواقع عن المتحقق عن المنجز أهم شيء المصداقية اللي إحنا نحاول نبنيها بشكل تراكمي حتى نعيد الثقة بين الحكومة وأبناء الشعب الموازنة الموازنة أقررت لثلاث سنوات بالتأكيد هي انتقالة جذرية لتعامل مع المال العام وخطوة جريئة تساهم في تحقيق وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتوفر للحكومة مساحة واسعة للعمل وتنفيذ برنامجها الحكومة في الوقت اللي يترقب أبناء الشعب تنفيذ هذه الموازنة ومثل ما ذكرت شوفون الرقم 200 تريليون 192 200 تريليون دينار ثلاث سنوات أكيد أكفت فارق على مستوى الخدمات الوضع المعيشي الاقتصادي العمراني التنموي هذا حالة من الترقب السود الأوساط الشعبية وأيضا هناك طيف واسع من المخلصين في مؤسسات الدولة وفي سلطاتها انتظرون الفرصة حتى ينفذون هذا القانون قانون الموازنة وهذه التخصيصات يضعونها في مكانها الصحيح لكن بالمقابل هناك شلة من الفاسدين تنتظر الانقضاظ على هذه التخصيصات المالية وتعد العدة بمختلف الوسائل والسبل حتى تستثمر هذه الأموال كما استثمرت الأموال في الموازنات الانفجارية السابقة والتي لم تترك أي أثر بما يوازي هذه الأرقام التي صرفتها الدولة طيلة السنوات الماضية نفسهم موجودين نفسهم الذين يتباكون على المواطن يتباكون على الخدمات وعلى المشاريع ويتحدثون بالعفة ومكافحة الفساد هذه الأصوات هي كلها تنتظر ببعض النفوس الموجودين بالدولة تنتظر الانقضاء على هذه التخصيصات نحن واضح أنه أولويتنا مكافحة الفساد وقلناها منكر هذه أولوية نشعر هذا هو التحدي التحدي رقم واحد للدولة العراقية هو الفساد الفساد هو اللي يهدد كل شيء الأمن والقدمات والدولة العراقية هو الفساد وهذه الأموال اليوم توفرت بكرة ما تتوفر ما ندري نحن ننتظر أسعار النفط تبقى بهذا المستوى حتى نحكسها أرقام نخليها بالموازنة واللي أجد سنوات ما نقدر نغطي كلها في إنتاج النفط زين مع تعظم هذه الانفاقات وهذا التوسع إذا ما استثمرنا هذه الموازنة وصححنا من وضعنا الاقتصادي كيف راح نواجه استحقاقات البلد والشعب إذن هذه الفرصة الأخيرة أمامنا حتى تصحح مسارات إحنا تبنيناها وقلنا الحكومة عدتها حلول اقتصادية وبالتالي لا نسمح لأي جهة تحاول أن تنقض على هذا المال العام على كافة السيدات والسادة الوزراء السهر ليل نهار يتأكدون من إجراءاتهم ويحافظون على موظفيهم ويتابعوها الإجراءات أول بأول حتى نضمن ما نترك فرصة أو منفذ أو تغرى ينفذ منعتها الفساد والفاسدين طبعا كل الجهات الرقابية في حالة استنفار وعندنا اجتماعات متواصلة معهم أيضا وجهنا الأجهزة الأمنية المختصة لتعقب كل أركان الفساد ومتابعتهم بكل الوسائل نحن عملنا الله الحمد قانوني وبالتأكيد هذه مسؤولية وطنية وشرعية في التصدي لكل محاولات إفشال تنفيذ برنامج الحكومي والإصلاح الاقتصادي التعديلات على الموازنة أنتم تابعتوا القانون والتعديلات التي طرأت على مسودة المشروع الذي أقر في مجلس الوزراء حصلت إضافات ومناقلات جاوزت 8 تريليون دينار تقريبا 8 و600 8 تريليون و600 مليار هذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى دراسة ونحن في طهر دراسة هذه التعديلات والإضافات أكو مناقلات أكو إضافات أو خفض هذا يظن صلاحية مجلس النواب وهناك إضافات لمواد ترتب عليها التزامات مالية هذه بالتأكيد خارج الصلاحية وتحتاج أن ندرسه إذا كانت مواد تخدم برنامجنا الحكومي تساعد في تنفيذ رؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ماكو أي مانع نعتمدها نمضي به لكن إذا كانت هذه المواد تتعارض مع البردامج الحكومي وتؤثر على خطة الإصلاح الاقتصادي فلا مجال للمجاملة أو السكوت أبداً هذه مسؤولية علينا أنه نكون واضحين أمام مجلس النواب الموقر وأمام الشعب لا يمكن الاستمرار بالسياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة من موازنة 24 مليار دولار إلى موازنة وصلت إلى 130-140 مليار دولار هذه سياسة خاطئة كنا أشرنا عليها وكنا ننتقدها اليوم حان الوقت أنه نصحح أما نستمر ونجامل ونبحث قضايا انتخابية دعائية ونعوف المصلحة العامة للبلد وهذا مصحح هذا مسؤوليتنا وهذا واجبنا التعليلات الطعون كمرحلة أولى قدمنا طعون في بعض المواد التي نجد أنها خارج السياقات وخارج التوجه الحكومي هذه الوجبة الأولى والوجبة الثانية أيضا تدرس حاليا حتى نقدمها وفق السياقات القانونية وفق الصلاحيات الصلاحيات الحكومة بموجب الدستور التعون مثل ما ذكرت هي تعون قانونية إجرائية هدفها لحفار على المقاصد الساعية للإصلاح الاقتصادي مرد لمواد قانون الموازنة يعني تعطل بعضها البعض أكو تعديلات وإضافات تتعرض مع مواد نتخليها في هدف الإصلاح الأولويات التي وضحها البرنامج الحكومي جرى تصميم الموازنة وفقا لهذه الأولويات وبالتالي مرد أي حالة حيوط سواء في الأداء أو في المواد القانونية يبطئ من تلبية احتياجات الناس في هذه الأولويات تعرفون بسبب العز المالي الكبير ونتيجة الإضافات أيضا على الموازنة وأيضا بسبب خفض الإرادات جزء من التعديلات التي حصلت في قانون الموازنة هو خفض الإرادات بنسبة مؤقل من 3 تريليون دينار يعني 3 تريليون نضيفها على العجز المالي هذا كله رح يأثر على مستوى تنفيذ الموازنة لذلك رح يكون الصرف مقنن و ما يتم صرفه يجب أن يكون بعدالة وبدون تمييز لذا على الوزارتين المالية والتخطيط إعداد آلية صرف واضحة وتعرف أمامنا حتى نتابع الأرصد المالية ما لدينا وعلى ضوها نصرف ونصرف على الأرقام الموجودة وفي قانون الموازنة بسبب هذه التدعيات التي ذكرت فقدنا ثلاثميت ألف أو أربعمية وخمسة وسبعين ألف برميل من الإيرادات يوميا صارنا أشهر مع خفض الإيرادات غير النفطية مع الإضافات فبالتأكيد نحن أمام أرقام كبيرة سوف نكون على دينة بعد انتهاء دراسة هذه المواد السنوات الماضية كانت فكرة أبواب الصرف أداء الحكومة في تنفيذ الموازنة أنه أصرف كل ما نصرف أكثر كل ما نكون هنا فدنا الموازنة بالتأكيد هذا المسعى ستغير في هذه الحكومة مع أول موازنة المعيار الأساسي هو دقة التنفيذ ابتداء من اختيار المشروع الذي يترجم الأولويات البرنامج الحكومي وتنفيذه بالشكل الذي يقدم خدمه بأسرع وقت هذا هو المعيار سواء أصرفها في شهر شهرين ستة شهر سنة أو أكثر أنا ما مطلوب من عدي أصرف كل الأموال وإذا بالصرف هو مو مكان الصحيح ما نفذ لي الغرب ليش أصرف هذا هدر بالمال العام لا أصرف الأموال التي تترك أثر على حياة المواطن هذا الأولوي عندي بالصرف الحمد لله احنا تمكننا رغم هذه الفترة القليلة تمكننا من تصحيح كثير من مسارات الاقتصادية بالتوجهات بالسياقات بالإجراءات اليوم أكو حالة من التنمية حالة من الإقبال من القطاع الخاص أنه يكون شريك معنا وفي هذه الموازنة وضعنا مواد وتوجهات مهمة لأول مرة توضع في قانون الموازنة وتتبناها الحكومة من تدخل الحكومة وتدعم القطاع الخاص بضمانات سيادية مقابل إنشاء مصانع وجلب خطوط انتاجية هذا هو الدعم الحقيقي للقطاع الخاص اللي نتأمل من عنده يكون مساند أنه في توليد فرص العمل وفي تقديم الخدمة إذن نحن بعد نمشي بالاتجاه الصحيح وضعنا الحلول وهذه الحلول إن شاء الله يلمسها المواطن حلول الاقتصادية الإصلاحات يحتاج لها وقت كثير من القرارات التفصيلية والإجرائية التصحيحية كلها كانت تتناغم بشكل عملي مع الإصلاح الاقتصادي الواقعي ممكن تطرح لك نظرية كبيرة للإصلاح لكن تروح في دوامة جزء أربع سنوات ما تطلع منعته لكن في هذه الحكومة بدنا نحقق ضربات هنا أو هناك نفتح مسارات في طريق الإصلاح الكامل إن شاء الله يعني كل تغيير اقتصادي متوقع أنه يصير ممانعة يصير تشكيك أكثر مثال واضح هو تغيير سعر صرف الدولار رغم بداية عمل حكومة وصعوبة العملية في إجراء إجراء الإصلاح في النظام المصرفي ووضع التجارة في بسارها الصحيح والامتثال للمعايير المعمول بها عالميا في النظام المصرفي قصر المدة لكن وين وصلنا الآن وصلنا إلى 85% من تجارتنا تجارة شرعية واضحة الآن البنك المركزي هو يستقبل طلبات 200 220 230 مليون دولار لكن قد يصرف اليوم معدل مو أكثر من 150 مليار هذه هي التجارة الحقيقية ما عداها غسيل أموال ومضاربات ومضاربات بلد عانى من عدها طيلة السنوات الماضية باقية فقط بعض التجارة الصغيرة وبعض العمل المطلوب منه لضبط المنافذ حتى حتى ننهي هذه المضاربات التي موجودة فيما يسمى السعر الموازن فكل تغيير اقتصادي في المسار العمل راح يواجه هذا التشكيك والمبانعة علينا أنه نستمر بوتير أساس الثقة والعزم والإرادة في تنفيذ خطتنا وهذه ممكنة إن شاء الله ممكن ننفذها قدمنا مثل ما ذكرت التقرير نصف سنوي والمستهدفات في جميع الأولويات واضحة على أولويات الحكومة فأتمنى عليكم أن تراجعوها تتجاوزون الملاحظات التي ثبتناها في تقرير نصف سنوي ونعالجها في التقرير نصف الثاني إن شاء الله نسأل الله التوفيق لكل الجهود المخلصة في تنفيذ واجباتنا بدءا من برنامجنا وانتهاء بكل ملفات الوزارات وإحنا ثقتنا كبيرة بالله سبحانه وتعالى وبهذه الوجوه الخيرة اللي موجودة في الدولة العراقية إنه تتجاوز هذه المرحلة باستثمار كل العناصر الإيجابية اللي موجودة واللي هي فرصة مهمة إن شاء الله نستثمرها بشكل صحيح حتى نحسن من أداء عمل مؤسساتنا بما ينعكس على تلبية تطلعات وأمال المواطنين ترجمة نانسي قنقرات